قضية إلغاء أو قرار إلغاء والمصادقة على إلغاء مكاتب المفتشين العمومين هل هذا القرار كان قراراً سياسياً بحتاً؟ هل أنتم كنتم حلقات فائضة؟ هل كنتم واجهات للفساد والولد اليوم انحرجوا وبالتالي غلون مكاتبكم؟ هل القرار جاء متوافقاً مع نص القانون أو قانون التقاعد؟ طبعاً هذا محور حلقة كاملة أو سؤال واحد هل نقدر عليه هل نقدر عليه فيما يخص الجزء الأول اللي تفضلت بيه بسؤالك أنه هل تم الإلغاء لأسباب سياسية وغيره نحن طبعاً مع احتراماتنا كافة وجهات النظر أصبح الطابع الغالب الأعام اللي هو المنطلقات السياسية باتخاذ القرارات هذه النظرة السائدة لكن بالنسبة للدعوات لغاء مكاتب الشعومين هي ليست جديدة تقريباً مع كل دورة برلمانية تطرح هذه المسألة نقول المبررات اللي تطرح عديدة بس ما لها يعني صحة ودليل على عدم على عدم دليل على عدم الاطلاع على الحدود الوظيفية لمكاتب مفتشي عمومين طيب يعني أنا أتحدى أي شخص أشكل على مكاتب مفتشي عمومين يعرف الحدود الوظيفية لمفتش العام من يطلع شخص في سلطة عليا ويقول إحنا ما شفنا المفتش العام حقق مع وزير ليش هو من حق المفتش العام حقق مع الوزراء بالقانون ما يسمح لك إذا لقيت مخالفة على الوزير أنت تشعر الجهات العليا أثبت أول نقطة على لسانك أنه الذين في البرلمان أو الذين عاونهم ألغوا المكاتب مفتشي العمومين كانوا لا يدركون حدود الصلاحيات وطبيعة المهام التي يقوم بها المفتش العام هاي أول نقطة لدقة الوصف لدقة الوصف أغلب المتبنين لموضوع الغاء المكاتب ما أسميهم ما أحدثهم بشريحة معينة سواء بالعكس أكو جهات خارج البرلمان هم تبنت هذا الموضوع بل بالعكس أحيانا أكاديميين أنا أسمع منعتهم هذا الشيء أنا أتحدث عن أصحاب القرار الذين يتمنوا الموضوع الآخرين يقدمون آرائيهم أنا أحسن الظن بهم وقول ليس لديهم اطلاع كافي بالحدود الوظيفية للمفتش العام إذن الجهل هو الذي قاده لإلغاء مكاتب مفتشي العمومين نقطة ثين كمل هاي من ناحية أنا أضرب لك فد أمثلة مثلا الآن المفتش العام إذا أكمل ملف مكتمل الأركان اعترافات كاملة ووثائق وأدلة لازم يرفع الملف للوزير إذا الوزير ما صادق عليه ويحول المفتش العامي يحول الملف إلى هيئة النزاهة رأي يعتبر بلاغ وهيئة النزاهة راح تحقق به ورح تأخذ فد إجراءات ودواما طويلة هنانا الارتباط بالوزير هو الخطأ هو اللي جاي يخلي موانع أمام تقدم في مجال شفافية ومكافحة الفساد إن اكتمل الملف وصادق عليه الوزير يذهب كإخبار إلى هيئة النزاهة هيئة النزاهة لضمان نقول دقة وحرفية التحقيق راح تعيد التحقيق بالملف وإن أكملت هيئة النزاهة إجراءاتها التحقيقية راح تحيلة إلى المحكمة أنا مارد أدخل بها وكذا كذا فبالتالي بالتالي إحنا مو من حدودنا إحنا مو من صلاحيتنا نحقق مع وزير إذن الذين تبنوا القرار نعم شلون وليش لماذا تم تبني هذا القرار هل هو قرارا سياسيا هل أنتم أصبحتم خطرا على الفاسدين أم أنتم حلقات أو جهات يقول لك الولد إحنا بعد ما نقدر خلن نبطلهم أريد وحدة بالذين مجموعة وحدة الطيني توصيف دقيق الوصف الدقيق أنه كان تعارض مصالح تعارض المصالح مو إلا وجهة سياسية مع شخصيات اليوم كنوا واقعين من الشخصيات مثل منقول اللي تعمل في القطاع الخاص الدعمين للأحزاب دولي لهم حضورهم لدى أصحاب القرار لما يجي يطرح مشكلة أمام صاحب القرار ما يطرحها بطريقة صحيحة يطرحها بطريقة أخرى فبالتالي هذا يقتنع المفروض إحنا من صاحب القرار قبل أن يتخذ أي خطوة قبل أن يصرع الدائقة ناعة يجمع الأطراف يتأكد من هذا الشيء أنا أداري وضعك سيدنا أنا أداري وضعك حتى الذين يتعارض مصالحهم معكم هم هم سياسيين بس هم يبقوا لي سياسيين بالتالي يروح للوالي بالليل قال لي يا بأ ترى السيد بنقل ما مش شبالاتي قال لو عرف جاي مني قال لو عرف جاي منك ضمها للسيد ولبوا التجارة ضمها والفلاق بعدين يجو قعدوا نولد بالليل بسهرة من السهرات قال لي يا بأ ترى ذولا هون هاي الصورة اللي أنا أسول فيها لا أحكي لكمثلة واقعية يعني أنا أكو شخص وهذا الشخص حارت علي أزمة بالنجف في الطوق مطار النجف علي قال أنت أمامك خيارين إليك إليه أي الخيار الأول أنا أمتليك 350 موقع عليك تروني ذني أسخرهم ضدك بارك أخوش الله رازق زين أو أسخرهم إليك أنت بقيت مرحلة تعبر جسر تتحول إلى الطبقة النقبوية زين جاوبتها جاوب اللا أقبي الطبقة الطبقة النقبوية بالعمل التنفيذي اللي يعتبر أنه المرحلة الوزارة يعني مرحلة الوزارة أي التواصل ين بالولد الشيء الآخر التهديدات اللي نتعرض لها أو أكو مصطلح هذا المصطلح حقيقة واحد يخون بي نفسه من يقول أنه فلان لا يرع التوازنات اللي هي التواطعات أي هذا يعجب بهذا التعبير تعبير وتوازنات لكنه التواطعات خش شم التوازنات خلينا اجدخل بناء الدولة والمؤسسات والتعاقدات الرصينة الشفافة لمصرحة البلد بالتوازنات التوازنات ابني بلد يعني أنتم ما ابني شخص أيضا يثبت لقطة أنتم في عملكم ما كانت أقوامكم خياران لو موت له يا عبد العيوني لو تعبر الجسر ومثل مصطلحك تصل يم الجماعة النقبوية وتقعد مرتاح لو تظل براس الجسر قولوا دي شمروا لعليك أحجار ترى هاي طرق واحد يوصلي من هذا الوصف طرق غير أخلاقية مو بس يعني يندرج المسلمات غير أخلاقية إذا الإنسان ما عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى عز وجل زين ومبدأه فوين بوين ما يوصل ما لا قيمة ترجمة نانسي قنقر